إخراج المعارضة الإيرانية من محافظات شمال العراق هو جزء من تعهدات حملها مستشار الأمن القومي في حكومة السودان قاسم الأعرج إلى طهران وتشمل تعهدات اقتصادية مشروطة من الجانب الإيراني يجب أن تدعن لها الحكومة في بغداد الأعرج الذي التقى نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان في طهران قدم له ما وصفه مراقبون بانصياع كامل لما تريده إيران من العراق مقابل توقفها عن قصف مدن عراقية بذريعة ضرب مقاتلي أحزاب كردية إيرانية معارضة مصدر حكومي ذكر أن الأعرج نقل رسالة واضحة من رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني بأن حكومته ستنفذ كل الاتفاقيات والتعهدات الاقتصادية بما فيها تزديد ديون الغاز الإيراني والإسراع بتنفيذ الربط السككي بين الشلامجة والبصرة فضلا عن زيادة الواردات الإيرانية إلى العراق ورغم خروج المعارضين الإيرانيين من محافظات شمال العراق إلا أن نظام طهران لا يزال يبحث عن ذرائع لتبرير تدخله في المنطقة الحدودية ولسيما في محافظة السليمانية لأنها ذات أهمية استراتيجية وتعد بوابة من بوابات تهريب المواد الإيرانية إلى العراق التعهدات التي قدمتها حكومة السودان لإيران تأتي بعد أيام من حديث لسودان أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة ذكر فيها أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة وتتعامل مع جميع جيرانها من مبدأ مصالح شعبها إلا أن الشروط الإيراني التي وافقت عليها حكومته تنسف قضية السيادة وتكشف عن تبائية كاملة لنظام طهران بحسب مراقبين أكدوا أن أي حكومة تخرج من رحم العملية السياسية الحالية لا يمكن لها أن تحيد عن المسار الإيراني قيد أنملة ترجمة نانسي قنقر